بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة الفيزياء ببساطة مرحبا بكم في دروس الدورة الثانية لمستوى السنة الأولى إعدادي سنبدأ على بركة الله بالدرس الأول الذي يخص الدارة الكهربائية البسيطة محاور الدرس هي على الشكل التالي في الفقرة الأولى سنتعرف على الدارة الكهربائية البسيطة ما هي في الفقرة الثانية نتعرف على الرموز الاستلاحية لعناصر الدارة والفقرة الثالثة نتعرف على كيف يتم تركيب دارة كهربائية بسيطة وأخيرا نتعرف على ما يسمى بالموصلات والعوازل والفرق بينهما إذن لنبدأ على بركة الله إذن قبل البداية لا بد أن نقسم الأجهزة الكهربائية لصنفين إذن نقسم الأجهزة الكهربائية جميع الأنواع المركبات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية لصنفين كان من الصنف الأول ما يسمى بالمولدات وشنه المولدات مولدات؟ مولدات للحالية التي تنتج الكهربائي الأجهزة التي تعطينا الكهربائي يعطينا الكهربائي الأجهزة التي تعطينا الكهربائي إذن كانت بزاف هذه الأمثلة مثل العمود مثلا العمود الأسطواني هذا يسمى العمود الأسطواني وهو عمود مسطح هناك مجموعة من الأعمدة تنتج الكهرباء مثلا البطاريات التي كانت في الهواتف الهواتف فيها بطاريات حاولوا تفرق بين البطارية والعمود هذا لا يسمى بطارية العمود لا يشحن عندما يتم تفرغه منك أخوة لا يسمى عملية الشحن بينما البطارية عندما تفرغ يتم شحنها مثل البطارية التي توجد في الهواتف هذه فقط كملاحظة إذا قلت أن الأجهزة الكهربائية يتم تصنيفها إلى صنفين مولدات التي تنتج الكهرباء ومستقبلات مستقبلات الحال هي التي تستهلك الأجهزة التي تستهلك كنعطيها الكهرباء حلش هناك مثال كمثال المصباح المصباح الكهربائي لا يمكن تشغيله إلا إذا أعطنا الكهرباء أو كان مرتبط في دارة كهربائية ومستقبلات التي تستقبل الكهرباء وتحوي الكهرباء إلى إضاءة أو تسخين إلى أخير تفقين؟ جميع الأجهزة نصنفهم كين مولدات كين مستقبلات المولدات التي تنتج الكهرباء والمستقبلات التي تستهلك الكهرباء مثل المصباح الحاسوب تلفاز راديو كلهم أجهزة تستهلك الكهرباء اتقال لان دارة الدارة الغدية كذلك بالكهرباء مثل عمود بطارية الواحي شمسية كمثال للمولد ممكن يكون عمود ولا بطارية ولا الواحي شمسية مثل عمود كمثال كان عندنا المستقبل كنحتاجه في الدار الكهرباء البسيطة مستقبل الذي يستعلك الكهرباء مثل المصباح ولا المحرك وموصل الأومي الموصل الأومي نشوفه في الدرس جيد من بعد ما هو إذا ممكن يعتمدوا للمصباح ولا المحرك حاليا في الدرس الأول ثم نحتاجه أيضا قاطع التيار إذا قاطع التيار هو الذي يتحكم في فتح أو غلق الدارة إذا قاطع الطائرة وسط رديل الدوني كانت فيه الدارة في البيتما تلقى في الدورة وقاطع التيار إذا نحتاجه في الدار الكهرباء البسيطة بشيء نتحكمه في الدارة وأخيرا نحتاجه إلى أسلاك التوصيل التي تربط بين عناصر الدارة إذا أسلاك التوصيل نحتاجه إذا ينسوا لكم سؤال ما هي عناصر الدارة الكهربائية البسيطة تلقى중 4 تلقى دون قاطع التيار تلقى دون أسلاك التوصيل تعليم مستقبل نخده مثلاً مصباح وكان مولد نخده مثلاً عمود يعني أقض여 مثلاً عمود سلقى نخده مثلاً عمود قاطع التيار وأسلاك التوصيل إذاホت grade عناصر ellas كانت في الدارة الكهربائية البسيطة ابحنا مع الرموز الإسطلاحية طبيعي الحال بالنسبة لكهرباء لا يمكننا رسموا هذا الرموز الذي يريدنا مثل دارة كهربائية لا بد من استعمال رموز إصطلاحية تم الاتفاق عليها مثل الرمز للعمود و المسباح وهكذا من أجل تبسيط تمتيل الدارة الكهربائية البسيطة تم الاتفاق على رموز موحدة لعناصرها وهي هذا الرمز للعمود و وقت ما شفتوا هذا الرمز هذا فورا العمود يكون هنا القطب فيه ناقص صغير و القطب الموجب يكون كبير المسباح الرمز هو هذا الاستلاحي المحرك وهذا نديره أهم في الوسط لأنه موتوغ يعني محرك ثم قاطع التيار عفوا هنا سلك التوصيل هدرا مقلوبين هذي نحاولو نصلحوا هدرا مقلوبين لنا لدينا هنا سلك التوصيل هو هذا و قاطع التيار هو هذا إذن ستقلبوه هنا إذن بالنسبة لسلك التوصيل يكون عبارة عن مستقيم وبنسبة لقاطع التيار يكون بحالة شكلات إذن هذا الرموز هذا رقم شفتوه في المدرسة فقط نذكر بهم في الدرس الأولي نحتاجه في الدرس المقبلة إذن عند تمثيل دارة كهربائية بسيطة اعتمادا على رموز عناصرها فإن الرسم محصل عليه يسمى تبيانة الضارة إذن هنا مني كان رسمه دارة كهربائية باستعمال هذا الرموز هذا فهذه التبيانة اللي نحصل لها تسمى تبيانة الضارة إذن الآن مش نشوفوا الاستعمال ديال هاد الرموز الاستلاحية إذن نشوفوا كيف يتم تركيب دارة كهربائية إذن هنا نقوم بربط مصباح وقاطع للتيار مع عمود مسطح وذلك باستعمال أسلك التوصيل فنحصل على ما يلي إذن عندنا هنا جوج حالات كان الحالة اللي يليمين هنا في نواقاطع الطيار إذن عندنا هنا هذا العمود مسطح اللي كتسمون انتم في مدرسة كتبتسمون البطارية هذا ليس بطارية يمكن تسمى عمود مسطح ها هو المصباح ها أسلك التوصيل ها هو قاطع الطيار تلاحظون هنا قاطع الطيار مغلق وعندما يكون قاطع الطيار مغلق ما يعني هذا؟ يعني أن المصباح سيضيء كتلاحظوا الإضاءة دياله هنا تفقين إذن هذه الدركة رباية البسيطة وقلنا أن سابقا كتكون أربع هذه العناصر ما هو هذا الرباة؟ ها هو الأول عمود مسطح ها واحد ها هو الأسلك ها الجوج ها هو قاطع الطيار ثلاثة وهو المصباح رقم أربعة مزين هنا نلاحظ عدم إضاءة المصباح ما هو السبب؟ لاحظوا جيد الفرق بين الشكلين أو التبيانتين في هذا الحال هذه إذن هنا الفرق واضح فقط في قاطع الطيار هنا قاطع الطيار مفتوح يعني قاطع الطيار مفتوح وبتلي لا يمر تلك الربائي هنا وبتلي مصباح لن يضيع الآن ما نعتمده على الرمز الإصطلاحي اللي شفنا إذن الرمز الإصطلاحي اللي شفنا هو ماذا؟ عندنا قاطع الطيار في حالة مفتوح هنا فبتلي لن يضيع المصباح وهنا قاطع الطيار مغلق في هذه الحالة قاطع الطيار مغلق كنت لاحظوا هنا مغلق وبتلي سيضيع المصباح في هذه الدارة التي تسمى دارة مغلقة لا يضيع المصباح بسيطة وليا إذا كان قاطع الطيار مغلق يعني لذا كان قاطع الطيار مغلق فسيمر الطيار الكهرباء ننجز دارة كهربائية بسيطة ونطرق مكان قاطع التيار مفتوحا هذه الدارة الكهربائية بسيطة هنا كان قاطع التيار سابقا دعنا نفتوح ما فيه ولو هنا اسمنا A و هنا اسمنا B ثم ندرج بين المربطين A و B الأجسام جانبتي بيانا يعني شنو هذين نديروا هذين ناخدوا تركيب جريبي بحال هذا في الواقع وبين المربط أو المربط بيك نضع أجسام مثل ناخدوا قطعة البلاستيك ولقضب البلاستيك هنا نضعه هنا ولقطعة الحديد ونضعه هنا ونشوفه ماذا سيحدث للمسباح هل سيضيء أم لا إذا احنا هنا تجربة رأة معروفة إلا اخذينا مثلا البلاستيك وضعنا هنا قطعة البلاستيك وضعنا هنا هل سيمر تايا الكهربائي طبيعي الحال لا والتالي لن يضيء المسباح لماذا؟ يعني البلاستيك مادة عازل الكهربائي تكشعش كنا نستعملوه في الأسلاك الكهربائية لمسينا البلاستيك لا يقعوا له ولكن ليش دينا الحديد والألمنيوم والنحاس هذو معادن حديد والألمنيوم نحاس وضعنا هنا هل سيضيء المسباح؟ نعم طبيعي الحال سيضيء المسباح لأن الحديد والألمنيوم والنحاس يسمح تسمح بمرور التيار الكهربائي بينما البلاستيك والزجاج والخشب لا يسمحون بمرور التيار الكهربائي وبتالي هنا انطلاقا نتجي لبعد نصنف المواد إلى صنفين هناك مواد تسمح بمرور التيار الكهربائي ومواد لا تسمح بمرور التيار الكهربائي إذا هل سوف نشوفه في الاستنتاج بعد قليل هنا ملاحظة يضيء المسباح عند إدراج أجسام مثل الحديد والألمنيوم أو النحاس هذا الشيء معروف بينما لا يضيء في حالة البلاستيك والزجاج أو الخشب إذن إلا كان لأن البلاستيك والزجاج والخشب لن يمر التيار الكهربائي إذن استنتاج الأجسام المدرجة بين أوب والتي تسبب إضاءة المسباح تسمى عوازل الكهربائي إذن الأجسام اللي كنضع ولا تسبب في إضاءة المسباح تسمى عوازل يعني عازل الكهربائي أما الأجسام المدرجة بين أوب والتي تسبب إضاءة المسباح تسمى موصلات كهربائية الاجسام التي توصل القبرة التوصيل القابل stalk ng موصلات كهروبائية فى دي سارة تخبر ثم تسنّف على اجسام تريئ ما بحجماته الاجسام لتوصل إلى قبرة عن اجسام اجابة والأن تنسل إلداء اyeongاش انه يسمى موصلات جسم الإنسان هل هو موصل كهربائي أم عازل؟ إذن هنا لاحظوا لمسيتوا مثلا شيء سلك عاري لأنه لا يوجد البلاستيك كنت لاحظوا أنه يدرقون الضوء فجسم الإنسان في هذه الحالة موصل كهربائي وهذا ما يفسره حدود السعق الكهربائي نسميه عملية حدود السعق الكهربائي بسبب بعض الأشخاص الذين يتعرضون الكهرباء السبب أنه جسم الإنسان موصل كهربائي الهواء هل هو موصل الكهربائي؟ إذا لو أن الهواء موصل كهربائي ثم كل يهوивается صعب وسع App يعتبر الهواء عازل كهربائي قاله لا يوصل الإنسان بينما مع الصنبور ي plum Distance يمكن أن الهوصل يصل إ slick موصل مع الصنبور على سرب ويمكن موصل àough موصل بإضافة نزيده بإضافة الملح في ماء الصنبور نلاحظه أنه تزاد الموصلية للك الماء الصنبور وبالتالي يكون موصل للكهربا هذا الشيء الذي كان في الدرس هذا إذا إلى هنا نصل إلى نهاية الدرس الأول وهو الدار الكهربائي البسيطة ومعيدنا في الدروس الأخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته